وافق الاتحاد البرلماني الدولي على صدافة مصر مكتباً إقليمياً للاتحاد بالمنطقة العربية في إطار خطط الاتحاد لإنشاء مكاتب إقليمية وأكد الرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي اعتزاز مصر بانتمائها الأفريقية واعتزامها العمل على تقديم كافة أشكال الدعم للبرلمانات الأفريقية الشقيقة جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الختمية للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي في إطار أعمال الجمعية 145 للاتحاد في رواندا وأوضح جبالي أن مصر ستعمل على جعل المكتب الإقليمي جسراً للتعاون البرلماني العربي الإفريقي وامتداداً لجهود الدولة المصرية الرائدة عبر تاريخها من أجل تحقيق التكامل العربي الإفريقي